على فكرة أخ نزار كمان على حتة أنه مش عارف الهوية ومش عارف يحدد الهوية أحد العلامة اللي ناس كتيرة واضح أنها مش عارفة الهوية بتاعتها أنه ناس كتيرة زي ما قلنا قصة آدم وحواء أنه ناس كتيرة بتحاول أنها تصير حاجة هي قريدي الرب بتكلم أنه ده أنت بمعنى إيه؟ أنه في ناس كتير بتحاول أنها مثلا تعمل البر عشان تصير في نظر الله أنها ده شخص بار أو ده شخص قديس أو ده شخص طقي بحاول أن أنا بأعمالي أعمل حاجات معينة عشان أكتسب أو عشان تتحقق في حياتي هوية معينة السورة بالمقلوب الشخص اللي فاهم كلمة الله صح واللي فاهم موضوع الهوية صح الدنيا بتتصلح معي إزاي بقى؟ أنه لأن أنا ابتديت أفهم وحصل لي الإعلان الاستنارة الروحية ديت أن أنا عرفت أنا مين في المسيح فبقيت من خلال الهوية دي أتصرف وأسلك في حياتي فما بقيتش محاولات فإذا الهوية بتأثر على السلوك بالضبط لابد أنه تعكس السلوك يعني اللي عنده هوية في الرب وخليقة جديدة لابد أن يعكس صورة المسيح هوية المسيح طبيعة المسيح صفات المسيح الشهادة عن المسيح أعمال المسيح مش بحاول بجهد بقوة بتقوية أنه أسلك يعني حتى أرضي الله بالضبط يعني حاجة أكيد مشاهدين كثيرين اللي يعرفوها أو سمعوها قبل كده أنه الخاطي بيخطي لأنه خاطي مش لأنه بيخطي هو خاطي بمعنى أنه لأنه خطيئة ولدتني أمي دي طبيعته دي هوية طبيعة الساقطة طبيعة الساقطة موجودة فالمصنع بيطلع خطيئة مش لأنه بعمل خطيئة فأنا بقيت لأنك أنت خاطي عشان كده فيه ناس كتير بتحاول تحل مشكلة الخطيئة دي بطريقة خطأ أنه بتحاول توقف الإنتاج من المصنع باطل كل ده تعب فاضي لكن لأنه لما المصنع يتغير أنه بقى مصنع تاني إن كان أحد في المسيح خليقة جديدة الأشياء العتيقة قد مضت كل صار جديد فلأن أنا بقيت شخص جديد فبنتج أمور مختلفة تماما فعايزة زي مثلا ببساطة إنه ما ينفعش يعني نقول إن الكلب بي هاو هاو علشان يكون كلب يعني لو أنا هاو هاو تدلوقتي مثلا هاو 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 ده مش هيخليني إن أنا بقيت كلب ولا القطة لأن أنا أبعد نيو 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 فأنا بقيت قطة لا دي القطة لأنها قطة فهي بتنونة وطالع منها بطريقة دي والأسد بنفس الطريقة الأسد بيزقر لأنه هاو أسد نعم في ناس بقى مؤمنين بيحاولوا إيه إنه يزقروا ويعملوا ويعملوا عشان يحاولوا إنهم يبقوا أسود الدنيا مش كده لأن أنا في الطبيعة عادية فبنفس الطريقة عايزة أوصل الكونكلوجين يعني في الحتة دي إنه البار لأنه بار بيعمل أعمال برا مش إن أنا بحاول أعمل أعمال برا برا علشان أصير شخص بر في نظر الله النهاردة بشجعك إنك كفس راح الحياة مع الرب كده فيها راح إنه أنا أنا بأبل عمل الرب في الصليب عشان كده أي شخص بيسمعني النهاردة جواد ضمير الشكاية ضمير اللي تعبئ بسبب أنه بيفتكر خطايا الماضي وامور اللي عملها الصعبة اللي مش قادر يسمع عنه نهاردة تعالى عند الرب أنت بتحاول إنك تكفر عن اللي عملته إنك تصلح اللي عملته إنك تصير شخص آخر مش لما تبتدي تعمل أعمال أفضل أنت هتتحول لشخص كديس لأ أنت أقبل بالنعمة اللي رب عمله في حياتك في الصليب إنه ياسوع صار لنا قداسة بر فداء هو ادانا البر هو اللي بررني فأنا بقيت شخص بر في المسيح ولأني خلي بالك من الحتة دي أخي نزار إنه لأني اقتنعت وشفت إن أنا بقيت بر إيه ده؟ أنا بقيت بر ده معناه إنه ما ينفعش يطلع مني السلوك ده